اعرف دينك بضرب السلع على الطاولة لكن المرأة المتنقبة لم تحرك ساكنا وكانت هادئة جدا ما زاد العربية غضبا فلم تصبر وقالت لها وهي تستفزها لدينا في فرنسا عدة مشاكل وأزمات ونقابك هذا مشكلة من المشاكل فنحن هنا للتجارة وليس لعرض الدين فإذا كنت تودين ممارسة الدين أو وضع النقاب فاذهبي إلى وطنك ومارس الدين كما تشاءين توقفت الأخت المنقبة عن وضع السلع في الحقيبة ونظرت إليها ثم قامت بكشف النقاب عن وجهها وإذا هي شقراء ذرقاء العينين قائلة أنا فرنسية الأصل وأبائي وأجدادي فرنسيين هذا إسلامي وهذا وطني فأنتم من بعتم دينكم وأخلاقكم بإسم التقدم والرقي ونحن اشتريناه منكم لإننا نعلم أن دين الإسلام دين الكرامة والرقي والتقدم وهو دين السعادة في الدنيا والآخرة فأنا متمسكة بتعاليم ديني وبكل فغر وبدون خجل فرحلي أنتي عن وطني فخجلت البنت المتبرجة العارية من كلامها وشعرت بأنها أخطعت وذهبت من مكانها بدون أن تتكلم والآن أخبروني أعزائي ما عضر من تساهلت بحجابها في بلادنا إلى كل بنت مسلمة إلى كل أخت عفيفة نصيحة مني أن تلتزمي بالزي الإسلامي الذي يستركي بحق ولا تكون خجولة لأنها تستر جسمك كي لا يراه الرجال فالمرأة المتبرجة هي التي لا بد أن تكون خجولة مما تفعل وتخجل لأن جسمها يراه الرجال الغرباء من دون حق فاتق الله يا أختي في ملابسه هدان الله وإياك إلى الصراط المستقيم لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر